موسيقى خيمة لطخوة سانسوة سون نافذة أسبوعية تطلعكم على آخر أخبار ومستجدات قضية وحدتنا الترابية من قلب مدينة العيون موسيقى مشاهدي لطخوة سانسوة سونت مرحبا بكم وسهلا في حلقة الليلة من برنامجكم الأسبوعي خيمة لطخوة سانسوة سونت تأكد تورط النظام العسكري الجزائري في مأساة تسلل المهاجرين بالنظر فغالبية المهاجرين الذين نفذوا الهجوم على مليليا يوم الجمعة الرابع والعشرين من يونيو 2022 هم سودانيون ولم يكونوا ليتمكنوا من الدخول إلى الأراضي المغربية لولا تواطئ النظام الجزائري إلى التفاصيل موسيقى بدأ الهجوم العنيف الذي وقع يوم الجمعة الرابع والعشرين من يونيو المنصر على السياج الفاصل بين النظور وثغر مليليا والذي أسفر عن مقتل ثلاثة وعشرين مهاجرا بدأ في الكشف عن أسراره فيد الكابرنات الحاكمة في الجزائر باتت الآن واضحة في هذه المأساة الإنسانية التي شهدت إصابة العشرات في صفوف الشرطة المغربية والإسبانية وكذا في صفوف المهاجرين ونقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في مدريد أشارت صحيفة الموندو الإسبانية الواسعة لانتشار أشارت بأصبع الاتهام مباشرة إلى النظام الجزائري متهمة إياه بالضغط على مدريد من خلال تخفيف رقابتها على حدودها وتسهيل عبور المهاجرين ليس فقط من القادمين من بلدان إفريقيا الجنوب الصحراء ولكن أيضا وبأعداد كبيرة من السودان أي من شرق القارة وأوضحت الصحيفة أن مصادر في قوات الأمن الإسبانية أشارت لأن الجزائر خلال الشهور الماضية عملت على تخفيف قيود الهجرة على حدودها البالغ طولها 1700 كم مع المغرب ما أدى إلى تحويل جزء من حركة مرور المهاجرين الذين كانوا يعبرون مصر أو ليبيا أو تونس والذين عادة ما يتجهون إلى إيطاليا أو اليونان ومن هنا نفهم المأساة وحجمها وكل العنف الذي رافقها من جانب المهاجمين وجاء التأكيد بحسب صحيفة الموندو من مصدر في الشرطة اكتشفنا جانبا كبيرا من سهولة الاختراق في الحدود التي تفصل الجزائر عن المغرب وأحد المؤشرات الذي لا لبس فيه على وجه التحديد الجنسية السودانية للغالبية العظمى من المهاجرين الذين أجبروا على المرور عبر الجزائر للوصول إلى المغرب وتحديدا إلى مدينة الناظور قبل ذلك كان السودانيون يصلون في فترات متقطعة وفي مجموعات صغيرة كانوا يفضلون الطريق الليبي هناك الآن أكثر من خمسة ألاف شخص على الجانب الآخر من الحدود في مليليا بالإضافة إلى أولئك الذين تمكنوا بالفعل من الدخول يوم الجمعة ومنذ أشهر هذا ما أكده مصدر من الشرطة الإسبانية لصحيفة الموندو التي عززت مقالها بالأرقام الدامغة ومن بين ثلاثمائة وخمسة وعشرين أجنبيا سجلوا في المصالح المسؤولة عن الاستقبال المؤقت للمهاجرين في مليليا في 21 يونيو كان 139 شخصا يحمل الجنسية السودانية وفقا لوثيقة اطلعت عليها إلموندو وأكدت الصحيفة قائلة هذا الرقم الذي تم تحيينه يوم الاثنين سيكون أعلى من ذلك الحقيقة هي أن هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات المغربية مع هذا العدد الكبير من المهاجرين السودانيين ويؤكد مصدر من جهاز الاستخبارات الإسبانية لإلموندو أن الجزائر غاضبة من إسبانيا بشأن قضية الصحراء ليس غريبا أنها تستخدم الهجرة مع المغرب منافسها التاريخي في المحيط المغاربي لخلق جيوب من الأجانب بالقرب من مليليا التي لا يفصلها عن الجزائر سوى ساعتين عبر الطريق ومع ذلك فإن هذه الأدلة والتأكدات تؤدي إلى حقيقة واضحة وجلية إذا كانت حدود ليبيا سهلت لاختراق فإن حدود الجزائر مع المغرب هي أكثر المناطق مراقبة في العالم أليس جنرالات الجزائر هم الذين يتبجحون بذلك من خلال تصريحات ما التي تؤكد بأن حدود الجزائر الغربي لا يمكن اختراقها من قبل العدو المغربي لذلك لم يكن يتمكن هؤلاء المهاجرون من الوصول إلى المغرب دون تواطئ السلطات الجزائرية وبالتالي فإن هذه الأخيرة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المأساة الحقيقية في هذا الصدد كشف مهاجرون سودانيون في تصريحات خاصة للتخواصونس وسونت عن تورط النظام العسكري الجزائري في تسهيل تسللهم إلى التراب المغربي ثم إلى اقتحام السياج الفاصل بين النظور وامليليا وكذا عن معاملتهم أثناء عبورهم للجارة الشرقية بطريقة لا إنسانية لنتابع عبد الباقي من السودان طلعت من السودان إلى ليبيا من إلى ليبيا إلى الجزائر من الجزائر إلى المغرب وأمنيات كلها كانت رحلتي إلى أوروبا والحمد لله جيت في المغرب هنا وهذا موجود في المغرب ونوجد ونوجد حالياً في المغرب حالياً والله يعني أنهمهم ما مقصرين معانا هم وعايشين في أمن وفي وطن كانوا في وطن أنا كانوا عايش وطني لكن clearance Kathleen معامله porte Anyways معامله hurts معامله كويسة في المغاربة معامله همان excellence حدود 되어ما مسكونا معاملتهم معانا كويسة حتى لو مسكونا ذاته برجعونا بكل احترام يعني ما قايا يضربونا ولا قايا يدقونا ولا قايا ينمونا عايشين في المغرب يعني كان في بلادي أنا ناس أنا بركب بمشي بني ملال بمشي كازا بلانكا بمشي أي مكان أنا حر محمد إسماعيل صباح الخير عبد الله من السودان الخرطوم والله بالنسبة لتعامل سلطة الجزائرية يعني ما وأنا يعني ما بقول الكلام يعني بناء على حقد ولا كده لا أنا بتكلم ليك عن الشي الحصل والشي اللي يعني بقالي هناك هم عندهم واحد اليوم في الشهر بقوموا حملة وأنا واحد من الناس الحملة دي يعني عانيت منا حاجات كثيرة من ضمنها يعني كان دائما دائما الحملة دي كل ما تقوم أقروشي وتلفوناتي حتى هدومي حتى الكسوة بتعتي بشيلوها دي يعني السلطات وبعدوني للنيجر وبأضطر إنه تعاني أخدم في النيجر عشان عاود الجزائر ودي ما رأي الطريق بتاعي وكده يوم بضربوا وبيضربوا يعني ويأخذوا الحاجة المعاك ويسبوك والآخرة وغايته الحمد لله يعني الواحد ربنا سهل ليه وخرج من الجزائر والله يعني موضوع العبر وموضوع الهجم أصلا من البداية الناس دي يعني ما كلها كانت بيت يعني بتتفك في نفس الرأي ما كلها كانت بتتفك في نفس الرأي يعني في البعض هزي معه سلاح في متى الله تعني هما يعني إنسان خارج زي ما بقوله خارج عن الغانون وخارج حتى عن مسؤولية الشخصية وكذا يعني باعتباره إنسان همجي إنسان متفلت أو طريعنا نهجم على السلك لكن برضو الموضوع ما كان يعني زي ما متوقع تفلت تفلت بزاف والله هم ديل ماتوا يعني ما جراء التفلت نتيجة عن التفلت يعني في بعاضينا دافعوا تزاحم وتراكم وفي واحدين يعني مرضى في متى واحد بيعاني من مرض أزمة ولا بيعاني من الربو الله أعلم فما بيقدر يستحمل يعني الموغف ده حتى أنا واحد من الناس يعني هذا انضربت هنا في رأسي جراء برضو التزدحان والكلام هذا وبعدين يعني دخلت السلطات المغربية وسلكتنا سلكت سلكتنا يعني بغدر اللي كان وبرضو في يعني المجرمين المتفلتين حكموهم بالسلاح برضو اتخذت معهم يعني الغوات المغربية ما شاء الله الإجراءات القانونية وقدتهم الحبس وتعني هم بعد ذا يعني يتعرضوا لي مساءلة مساءلة قانونية والله يعني ما شاء الله نحنا في المستشفى ما عندنا يعني زي ما بيسموه واحد بيدفع تكاليف ولا كده في متى الناس بيتعامل معنا بإنسانية وما شاء الله يعني ما قصروا معنا في شيء حتى في موضوع الإلاجات ما قصروا معنا في شيء وعملية أنا دا دائر عملية في رجلين الاثنين والعملية دي يعني لو كاننا عملتا مثلا في مستشفى تاني ولا حاجة كانت ممكن تكاليف وأنا ما عندي تكاليف عشان مثلا أدفع ولا حاجة زي دي الحمد لله يعني والله يكفو معنا شديد الدكاترة والطاقم الطبي ووفروا لينا والله يعني احتياجاتنا كاملة وبارك الله وفيهم والله يعني ما قصروا معنا في شيء والحمد لله لنا الآن بنتلقى الرعاية الطبية اللازمة وكيف ما انت شاير بالنسبة والله يعني للسلطات المغربية أنا ما يعني ما عشان أنا في المغرب ولا ممكن أكون خايف لا لا أنا بقول لك والله الحق أنا بقول لك الحق والله بالنسبة للسلطات المغربية يعني ما شاء الله ما في ما في أي يعني زرة حتى زرة بتاع التهميش ولا حاجة زي دي يعني اتصرفت معنا يعني بل بلتها أحسن قبل يعني كلش إنسانيا قبل غانونيا إنسانيا يعني بل إنسانية ديالها قبل الغانون ولا قبل المواد وقدا فهم؟ والحمد لله الاسم ياسين يونس إبراهيم عبد الله من محلية كلبس خريط أروع والله كنا في الهدود من الجزائر تقش إلى من الجزائر إلى مغرب السلطات الجزائرية تدد علينا كنا تقريبا في حافظ الجزائر مدة أسبوع في الجرياش وكانت هناك كنا أشخاص كثير ليس خليل بعد تالي كانت التدافو ما بعدين وصار التدافو في جزو كنا خدام الورع يجي يرقب منك بالفوق بسبب التدافو هذه كنا مكان واحد كنا بعد تالي التدافو كانت شديد 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 حسب قطرة الشباب المعان الحكومة المغربية جبرتنا من التدافو أشخاص أشخاص من من بين المهاجرين السودانيين هناك العديد من المرتزقة السابقين الذين حاربوا بالسلاح بحسب ما توصل به ومن خلال رؤية مقاطع الفيديو الخاصة بهجوم الرابع والعشرين من يونيو يتبين أن العديد من هؤلاء المهاجرين كانوا مسلحين بالعصي بعض هذه العصي كانت ملفوفة في علب معدنية بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بأي شخص يقف في طريق هؤلاء الأشخاص المدفوعين بقوة الياس في أحد مقاطع الفيديو نرى حتى مهاجرين يرتدون خوذات وذروعاً سرقت من قوات الأمن المغربية كنوع من غنائم الحرب حتى أن أحد المهاجرين كان يحمل المعدات الكاملة لقوات مكافحة الشغب خذة وغطاء واق ودرع وهكذا فإن قوات الأمن كانت في مواجهة أشخاص مسلحين مصممين ويائسين كيف اتخذ المهاجرون السودانيون بمن فيهم المرتزق المسلحون السابقون كيف اتخذوا طريقاً لم يكونوا يسلكونه من قبل كيف تمكنوا من قطع آلاف الكيلومترات من الأراضي الجزائرية بكل راحة وأمان أي تحقيق بهدف إلقاء الضوء على هذه المأساة لا يمكن أن يتجاهل الطريق الذي سلكه هؤلاء المهاجرون والتواطؤ الذي استفادوا منه من قبل النظام الجزائري مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم خيمة لوتخوة سونسوة موعدنا يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله أطيب المنا